مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اليوم نحكي عن موقع مهم جدا اسمه هذا الموقع يشرح لك المشاكل القانونية السرقات الارست القابض على الناس مجرمين الآن وحوارجيكو نبذة بسيطة عنه ممكن تشوفوه في أي مدينة في كندا معظم المدن الكندية خلينا نحكي سهل جدا انك زي جوجل ماب وببين لك كل اشي فيه حوارجيكو الفرق بين بعض المدن الكندية وطبعا هذا رح يساعدكو انكو تعملوا ديسجن وين تروح وتعيشو اذا حابين ترجو على كندا خليكم مع الفيديو طبعا هذا الموقع اسمه ماي لوكال كرايم تكتب المدينة اللي انت بدك ترو عليها بتعمل update بعدين بتضغط على شو ماب بورجيك جوجل ماب عادية بورجيك شو كل اشي بيصير في المدينة حاليا هون زي فيه ارتقال زي ما انت شايفين بس نقطة واحدة معناها انه بس شغلة صايرة في اوتوا في هذا الوقت ممكن كلها نضيف المكان فمعناها انه الحمدلله ما فيه اي جرائم هون ممكن نغير نكتب مثلا تورونتو شوفوا هاي كل الشغلات الموجودة في تورونتو الان خلينا ندخل على الماب راح تشوفوا كل واحدة بمكانها اه كل واحدة باسمها اه زي ما نشايفين عدة اشكال و عدة كل واحدة اللي هنوع مش هنحكي عنهم بالتفصيل انه راح تكون طويلة اه مثلا هون سرقة ثفت اه وهلو ما جره الان بتكبر وبتزغر في الماب زي ما بدك اه يعني هاي هون مثلا سرقة ثانية بشكل عام اه هاي شوتنج معناها طخ اه بتشوف كل اشي موجود طبعا ممكن هم هون اه حاطين كل اشي اه بالوقت الحالي اه اشي كتير صراحة اه هون شوتنج وشكل هم مسكينه اه انيوي الان خلينا نحكي اه نروح على مدينة تانية ميسيساقا اه في يو اه سوري شو ماب هاي الشغلات الموجودة في مستساقا اه بورجيك اياها في الماب وين هي زي ما انتو شايفينها موجودة على الماب تقدر تشوفها بكل سهولة وما في اي مشاكل ان شاء الله تضال ايامكو كلها بدون اي مشاكل يا رب وتكون عائلتكو كلها بسلام وصحب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر